بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه النهاردة هنشرح استخدام اه جوجل خرايط جوجل مابس يعني للوصول اه لمكان لاول مرة يعني ان انت تروح منطقة انت محطاش قبل كده او مكان انت محطاش قبل كده اه هناخد مثال على القاهرة بما ان القاهرة مدينة كبيرة جدا اه او القاهرة كبيرة عبارة عن ثلاث محافظات داخلين في بعض ففي مشكلة دايما بتواجه السكنين خارج سكان القاهرة ان هما يوصلوا لمناطق في القاهرة فجوجل خرايط هيكون اه مساعد في بعض الاحيان اه للناس اللي زي دي اه لو جينا فتحنا جوجل واخترنا منه خرايط طبعا تطبيق جوجل خرايط اه متاخد منه اللي هو تطبيق اكبر والاوسع الاسمه جوجل ارس احنا دهاتي هنطبع على الحاجة اللي مش محتاجة تسطيب والا اللي بتشغل على الجهاز عادي اه اللي هي جوجل خرايط مصطفى رأس الجوجل فتحنا جوجل خرايط تمام وليكن نضرب مثال ان واحد اه عاوز يروح اه مسلا مركز البحوث مركز القاوم البحوث اللي موجود في الدقيه تمام هو عارف ان المركز القاوم البحوث موجود في الدقيه بس ما عافش بقى ايه يتمشيله ازاي يروح منين يجي منين تمام اه ونفرض برضو ان الراجل ده بيعرف يركب مترو اللي هو اسهل واسرع وسيط مواصلات في القاهرة اه يبقى اول خطوة هيعب لها اللي عاوز يعمل الموضوع ده ايه ان هو يخش على جوجل خرايط ويكتب كلمة الدقي اه بحيس تكون مفتاح لانه يوصل للمنطقة وبعد كده يشوف هيروح مركز البحوث ازاي تمام في معلومة تانية بس حابب اقولها ان بتاع جوجل خرايط ده موجود منه اندرويد وبيقى موجود دلوقتي على الموبايل وعلى التابلت وكده وطبعا اسهل من من التطبيق بتاع اللي هو موجود تصفحة نت يعني وتطبيق مشهور جدا ومعناس كتير على الموبايل احنا بس بنشرع الفكرة وممكن تستخدمها سواء في الاندرويد او في سواء في يعني الموبايل والتابلت او في عندك عالكهاز الكمبيوتر عادي تمام هنكتب كلمة دقي نضغط انتر تعال هنا بيقولي الدقي الجيزة تمام دي الدقي اللي هجيبها لي وجاب لي صورة من اه الدقي تمام وصلنا كده او زوبنا كده او هنا اسم الدقي وهنلاقي دايما ام ام ديت يعني مترو ام زرق ديت اختصار لمترو طبعا اه جوجل اه مابس بيعتمد على مجموعة من الاختصارات عشان تعرفك اله الحتة يعني مسلا هتلاقي مسلا رمز البنزيمة هو علامة اه بنزيمة هي بنزينة موبيل واكذا هتلاقي في نموز للمطاعم مسلا شكو سكينة هو رمز المطاعم فبالنسبة رمز المترو محطة المترو اهي يبقى دي محطة مترو ده يبقى نفرض ان اللي جايه من خارجه القايرة ده ركب المترو وصل لمحطة مترو من هناك بقى ازاي هيتحرك عشان يوصل مركز البحوث اه اول حاجة هنشوف اه فين مركز البحوث بالنسبة محطة مترو لو تحركنا كده شوية في شارع البحوث شارع تحرير اصلي هنلاقي هنلاقي ده المركز القوم من البحوث تمام طعا مباني كتير انا عارف في المركز القوم من البحوث اه لو هو عاوز بقى يروح من المترو لده طبعا هيمشي ايه المسافة دي اه جوجل بقدم خدمة هو ان هو بيقدر يحسب لك المسافة تقريبيا اه كام من منطق المنطق نقول ان انت تضغط هنا تجيب الاتجاهات وتقول النقطة الاولانية اللي انت عاسترها هي من اه محطة متر الدقي تضغطها محطة متر الدقي وتيجي النقطة التانية اللي انت عاسترها نخليها المركز القومي للآيه للبحوث طبعا من المركز مبنى كبير فهنحرك ونخلي ايه يجي مسلا كده تمام كده يبتدي هو يحسب لي المسافة من آآ المركز آآ من المترو لحد المركز القومي للآآ للبحوث هو حسابها قال لك ان المسافة ماشي الماشي آآ سبعمائة وخمسين متر يعني المسافة عموما آآ سبعمائة وخمسين متر لو تاخدها ماشي يبقى تاخد عشر دهائيه آآ جوجل بيحسب ان متوسط سرعة الانسان في الماشي من تمانين لخمسة وتمانين آآ متر في الساعة في الديئة من تمانين لخمسة وتمانين متر في آآ في الديئة اللي هما يعني بيطلعوا آآ خمسة كيلو تقريبا في الساعة دي متوسط سوء الماشي الانسان الطبيعي تمام يبقى انت كده عرفت ان آآ ان من آآ من الدقي من آآ ميدان الدقي او من محطة متر الدقي لحد مركز البحوث يبقى انت محتاج عشر دقيق ماشي آآ لو انت آآ خطوطك سريعة شوية اللي هي الخمسة وتمانين متر في الديئة ديت لو انت وطيق شوية ممكن توصلوا معك لربع ساعة بانت كده قدرت تعرف المكان وقدرت تتحدد تقريبا هو محتاج وقتات دي بالمثل كذلك ممكن توصل اي منطقة تعمل سيرش على المنطقة وهكذا تمام طبعا جوجل بقدم خدمة اضافية موجودة في بتاعت الموبايل اكتر اللي هي ايه الطريق لو انت ماشي بعربية لو ضغطنا هنا على رمزة العربية هتلاقي بيقول لك ايه القيادة هتاخد حوالي ايه اه واحد سبعة من عشرة كيلومتر لان انت هتمشي الاخر وبعدين تاخد وبعدين ترجع للمركز البحوص تمام اه لو جينا هنا ضغطنا على معينة الخطوات هيجي ويقول لك تمشي ازاي بالظفت بقى تجينا على رمزة من بحوص الى شارع الدقي فين معينة اه قايمة جميع الخطوات اه هتمشي ناحية البحوص وبعدين من بعد البحوص تاخد الشمال وتلف وتكمل اه لحد ما توصل للمركز القاوم للاه البحوص تمام ده كصلعة عربية وده كايه طبعا ده مسالي جدا طبعا لو بيكلمك فار بعد ايه الحتة ديت لو انت خدتها في اه في ساعة يبقى كويس لان طبعا الشاعة ده بيقامس داحم جدا يعني اه دي الفكرة عموما من اه من الابليكيشن او من الويب سايت ده ان انت توصل لمنطقة اه ويتقرب منها المكان اللي انت عايز توصل له وبكده تكون عرفت تستفيد من انك رايح مكان اول مرة ما تبقاش ايه ما تبقاش ما عندكش خلفية عنه لا يبقى انت ايه عارف انت ماشي فين وماشي ازاي وعارف اسام الشوارع وكذا تمام نفس الفكرة انا عايز اروح مسلا هنا مداني المساحة ممكن احسن من مداني المساحة دي المسافة من الدقي او مساحنا كلمة البحث دي ايه وقلنا اه وعلمنا على ما ينقف مداني المساحة تمام هيجي يقول لك انك هتمشي محتاج تمشي دقيقتين تبنوا اه دي قيادة اه نزبطها ماشي يبقى انت بتتكلم في خمسمية متر وخمسمية خمسين ثمان دقيق ماشي لو انت هتروح من ايه من الميدان الدقي لمدان المساحة وهكذا تمام اه حاجة تانية برضو موجودة في اه جوه المابس ان هي اه دوقتي احنا نشغلين على حاجة اسمها الخريطة يعني الخريطة مرسومة دي مرسومة في بقى صور بالامر الصناعي لو دواطنا تحت كده هتلاقي ايه دي اه ده امر صناعي هيبتدي يحمل معنا هياخد وقت شوف نبص بقى على صور الامر الصناعي لان ايه مجسمة اكتر يعني اصد ايه موضحة اكتر للموضوع وتحسسك اكتر بالمكان وبتأسيمات الشوارع والماطق اللي فيها بيوت والماطق اللي فيها خضرة وهكذا تمام دي الفكرة العامة اللي احنا كنا عاوزين ناخدها في الحلقة ديات عن اه تطبيقات بتاعة جوجل اه جوجل الخرايط اللي هو جوجل طبعا تحت هنلاقي برضو صور وبيش هقولك على مكان الصور يعني لو ده لو خدت بالك في سهم كده بيطلع بيقولك ان الصورة ديت من الصورة في حتة الفلانية والصورة دي من الصورة في حتة الفلانية اهي دي صورة من الصورة في حتة في شرع المساح دي صورة من الصورة في حتة في شرع البحوث وهكذا تمام دي الصفرة الايطالية تقريبا ده الصفرة الروسية اه الصفرة الروسية تمام ايه لو ضغطنا عليها كده هيجيب لي شكل الصفارة من المنطقة يبقى أنا لو راح الصفارة مثلا راح التقربية منها يبقى أنا عارف شكلها تمام وبكده يكون خدنا خلفية سريعة وعامة عن تطبيق من أشهر وأهم تطبيقات جوجل اللي هو جوجل خرايط شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته